مرحب بيكو في حلقة جيدة وفيديو جديد النهاردة هنتكلم فيه عن عن الطاقة وهنتكلم عن قانون الجذب والنهاردة هنتكلم عن ازاي تجذب الجوز الزوج الجوز او الزوجة المثالية لحياتك عن طريق عقلك الباطن او عن طريق قانون الجذب وهنتكلم عن how to attract marriage ازاي تجذب الجواز لحياتك وخاصة للناس اللي نفسها تتجوز وحاسين هما مش قادرين يجذبوا المارج او الجواز لحياتهم او حاسين هما متأخرين عن سن الزوجة طيب اول حاجة قلولي بتابعوني من مدينة ايه وانتو بورج ايه طبعا بعتذر الجماعة على شكلي علشان انا تحس ان انا مخبوطة كده عندي حساسية غريبة من البرد فاقوشي كله مطر حبوب وحساسية فبعتذر على المنظر الغريب اللي انتو شايفينه ده بس انتو بتعودين علي بقى فيعني ايه عزرا وانا ما عنديش فيلتر على الفيسبوك فما فيش فيلتر فيالله بقى استحملوني انتو بتحبوني زي ما انا طيب لو انتو من جو مصر بيس اعملوا لايك لو انتو من برا مصر بيس اعملوا لوف تشجيعي للشانل وقلولي بتابعوني من فينو انتو بورج ايه بليس اعملولي فوالا على الانستجرام وقلولي اخبار البرد عندكو ايه جماعة احنا درجة حرارة هنا في مصر ايه بان سبعة فمش ادري حكيلكو خاصة في التجمع كمان نساكنا في التجمع الجو برد جدا برد هبل يعني اوكي طيب زي ما اتفقنا انت علشان بتجذب اي حاجة في الدنيا لازم تغير الثوتس بتاعتك او الافكار بتاعتك وان الافكار الموجودة في عقلك البطن هي اللي بتجذب المستقبل بتاعك وان المستقبل بتاعك او الفيوتشر بتاعك ما هو الا الحالة اللي انت عليها دلوقتي يعني ايه يا رشا يعني لو انا حاسس بالاحباط هتجذب احباط اكتر لو انا حاسس ان انا محتاجة تجوز هتجذب احتياج اكتر لو انا حاسس ان انا ما استحقش السعادة هتجذب عدم استحقاق اكتر لو انا حاسس ان انا شكلي وحش هتجذب ناس تنفر منك اكتر فلازم تغير علشان تقدر تنجح ان انت تجذب الحاجة اللي انت عايزها لازم تغير الافكار بتاعتك والثوتس بتاعتك والمعتقدات بتاعتك لازم تغير معتقداتك عن الجواز يعني لازم تحس ان الجواز ده حاجة حلوة وحاجة فيها ان اتنين كابلز بيقربوا من بعض وبيحبوا بعض بيجتمعوا مع بعض ويبقى عندهم حياة سعيدة فغير اذكارك ومعتقداتك موجودة في عقلك البطن عن الزواج ماشي دي نومبر ون رقم اتنين لازم تحس فك التليوميكت بص يا جماعة في قاعدة كده في قانون الجذب قاعدة مشهورة جدا بتقولك فك التليوميكت يعني ايه يعني فك او او بريتاند الشعور اللي انت عايز تحسه كأنك انت بتشعر بيه دلوقتي لحد ما تقدر ان انت فعلا تجذب هذي المشاعر يعني بريتاند او ادعي ان انت عندك المشاعر اللي انت عايز تحسها ادعيها وي يعني اماجنت او 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 تخيلها لحد ما تقدر ان انت تنجح ان انت تجذب الحاجة اللي انت نفسك فيها طيب تعالوا بقى نتكلم عن موضوع الجواز بالذات انا دلوقتي يا راشة نفسي تجوز وانا خلاص بقى ايه تحسس ان انا يعني عايز اتجوز نفسي الاقي نص تاني نفسي الاقي شخص اللي يكملني نفسي الاقي توقع من روحي اعمل ايه فيه زي positive affirmation او توكيدات ايجابية لازم ان احنا التوكيدات ديت او التأكيدات الايجابية دي لازم نقولها يعني لازم انتها تقول انا مستعدة للزواج انا انا يعني انا مستعدة للزواج الان او انا مستعدة للجواز دلوقتي انا زوجة محبوبة او انا زوجة جوزي بيحبني انا عايشة قصة حب مع جوزي انا في شهر العسل بقضي تكلم او تكتبوا المشاعر اللي انتو عايزين تحسوها مع future husband بتاعكم بس بصيغة الماضي انا بقضي شهر العسل مع زوجي الحبيب انا بشعر بالسعادة مع زوجي في شهر العسل انا بحس بالانبساط والطاقة الايجابية وانا مع مع زوجي تكتب المشاعر بتاعتك والاحساس اللي انت عايز تحسه مع زوج المستقبل في زمن المضارع ماشي اكتب مشاعرك اللي انت عايز تحسها كأنها مضارع كأنها بتحصل دلوقتي وحس بالمشاعر اللي انت هتحسها وانت في هذا الوضع مع هذا الشخص ونزله الصور بتاعت يعني دور على كده اعمل السرش على الحاجات تاعت الهانيمون حس كده خلاص انت جاهناك انت في البروستس انت قريدي عيش حياة المتجوزين خلاص انت قريدي متجوز اتعامل مع الناس كأنك انت شخص متجوز او شخص مارد اتدعي حياة الشخص المارد من الشخص اللي هو بيحبه دور على مثلا عارفين هانيمون بتاعت مالديفز صور بتاعت مالديفز حجوزات مالديفز حط صور حط صور بتاعت اللي عارفين الفطار اللي بيبقى على اللي بيبقى في الجاكوزي الحاجات دي صور مش عارفة القوض اللي بتبقى مفتوحة من إزاز من كل حتة تخيل يبقى لازم يبقى عندك يعني انت عارف ان انت تستحق الزواج السعيد انا استحق الزوج المثالي انا استحق الزوج بالنسبالي ولازم تكتب المشاعر بتاعتك وتحسها كده ان انت انت سعيد ومبسوط وهابي وحاسس بطاقة حب عشان كده يقول الحب ده او انت هتكذب الحب ده وهتكذب الزواج لما تحس ان انا بص يا جماعة انا كان عندي واحدة صاحبتي كان عندها 40 عندها 40 سنة وهي كل ما تقعد معايا خلاص هي شايفا معنى ان انا مش شايفا في حاجة اسمها قطر الجواز فتحا فهي شايفا ان هي عنست انا ضد كلمة عنست قلبا وقالبا مش حاجة اسمها بنت عنست يعني ممكن تتجوزي وانتي عندك حد 50 سنة السيدة خديشة تجوزت الرسول ووصى عمرها كان كبير وتجوزت يعني النبي عليه الصلاة والسلام قولوا عليه الصلاة والسلام صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام يا جماعة انا ضد اللي هو كده بس صاحبتي دي كانت مخبطة بتقول لي رشا انا يعني انا خلاص يعني انا مين اللي هيرضى بيا عندي 40 سنة وشكلي عجز وعندي وعندي تجعيد اكيد مفيش حد هيقبلني او هيحبني قلت لها انتي كده هتكذبي طقصة لبالك ما حانش فعلا هيحبك لان دي مشاعرك بالنسبة لنفسك بالعكس غيري مشاعرك وغيري وجهة نظرك والpoint of view عن نفسك علشان الناس بتشوفك بالصور اللي انت شايفها بالنفسك لو انت شايفة ان انت مملة الناس هتشوفك مملة لو انت شايفة ان انت قبيحة الناس هتشوفك قبيحة دايما اقولي انا جميلة I'm beautiful I'm feeling beautiful انت حاسة ان انا جميلة حتى لو انت مش جميلة الناس هتشوفك جميلة تخيالي بقى فالطاقة بتاعة احساسك ومشاعرك ناحية نفسك حتى لو هي الطاقة صلبية الناس هتشوفها وتحس بنفس الطاقة صلبية اللي انت حاسية ناحية نفسك لو انت تتنك ومغرور وشايف نفسك ان انت تستهل احسن حد وانت امور جدا وانت حلوة جدا والناس كلها هتقطع نفسها عليك هتجذب الطاقة دي وده اللي فعلا اللي هيحصل فعلشان تجذبي الزوج الليكي حس ان انت خلاص متجوز حس ان انت خلاص You are married your soulmate للتوقم روحك وانت مبسوطة معاها وحس ان انت سعيدة مع الشخص ده وان انت بتحضري لشهر العسل بتاعك وشكل الاوضة بتاعتك وشكل الميوزيك اللي بتشغليه والشموع بتاعتك وبتتفرجوا مع بعض على movie night imagine مش مهم تتخيلي شكل الشخص او شكل البنت المهم ان انت تتخيل الحالة والمشاعر بصو الحالة والمشاعر اللي انت هتعيشها مع الشخص ده او عايز تعيشها مع الشخص ده كأنها حاضر كأنك انت حاسس بها right now دلوقتي الان ولازم يا جماعة بجد والله انا مش بقولي في حد بقولي انت بتقولي اي كلام والله العصي مش اي كلام طب ما تجربوا تسمعوا كلامي كده سدقوني هتلاقوا فيه تغيير رهيب بجد انا ضد ان انت تجذب شخص محدد يعني مثلا انا بحب x من الناس بحب واحد اسمه safe بس موكي يكون safe ده مش هو ال perfect يعني انا موكي يكون عشان انا متعلقة بsafe ده وعندي تعلق به فيه right person او فيه شخص مناسب اكتر من الشخص ده موجود حوالي بس انا مش شايفاه فانا بقول دايما اجذبوا صفات يعني attract او اجذبوا او تخيلوا صفات الشخص الصفات اللي انتو عايزينها في الشخص ده الصفات الجسدية الصفات النفسية الصفات التعاملية الbehavior بتاعه شكله طريق التعامله معاك طريق الكاركتر بتاعته ليه لان الشخص اللي انت بتحبيه ده واللي انت متعلقة به ده ممكن ما يكونش هو ده best version بالنسبالك مش احسن version بالنسبالك صح ولا لا مش احنا ممكن نكون متعلقين بشخص وهموت عليه وبنحبه جدا بس الشخص ده we are not feeling happy ما بتحسش بالسعادة و احنا معاه ما بتحسش ان احنا على حقيقتنا على طبيعتنا و احنا مع الشخص ده فمش لازم ان انت تأتراكتي شخصه محدد بالعكس انا ضد كده أتراكتي صفات الشخص ده ان هو بيخاف عليك ان هو بيحبك ان هو بيقولك كلام حلو ان هو بيعشقك ان هم بيزقش منك ان هو على طول مبسوط حواليك ان هو على طول بيتصل بيك على طول بيفكر فيك كريم معاك بيعملك مفاجآت حلوة بيبسط معاك بيعايز على طول يكون حواليك بيهتم بعيلتك بيحب بيحليلك مشاكلك بيسابورتيو بيدعمك بيخليكي افضل ف يعني 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 فكري في صفات والكاركتر الشخص اللي انت بتحبيه اللي عايزة يدخل حياتك وعايزة يكون دعم وسند لك انا ضد يا جماعة بجد ان انت تأتراك specific person لان هو نوز مين الشخص الشخص اللي انت عايز تجذبه ده مين يعرف هو فعلا مناسب ليك ولا لا هو فعلا هيسعدك ويبسطك ولا لا طيب قولولي يا جماعة بتتفرجوا علي من فين وانتو برج ايه وقولولي بتتفرجوا علي من مدينة ايه كمان قولولي انتو برج ايه وانتو بتتفرجوا علي من دولة ايه ويا جماعة الامارات او قطر او السعودية او البحرين او الكويت يتواصل معايا عشان انا محتاجة حاجة من هناك طيب نرجع لموضوع الحلقة طيب يا راشا يعني يعني دلوقتي انا مطلوب مني اعمل ايه تخيل ان انت متجوز او ان انت بتشهر العسل بتاعك كب الكتاب بتاعك اتخيلوا ال end results او النتيجة النهائية اتخيلوا النهايات ما تتخيلوش يعني نهاية يعني ما تتخيلش وانت لسه بتتعرف على الشخص ده هو عمال يقولك عايزة بترتبط بيك مش مهم انه تخيلوا البدايات احنا نخش في الموضوع على طول فتخيل ان الشخص ده عايز او ان انت بتكتب كتابك ان انت فرحك ان انت في شهر العسل بتاعك ان انت قاعد مع الشخص ده في البيت بتاعك انت وهو بتتفرجوا على movie night ان انتوا مبسوطين مع بعض ان انتوا they are happy together يعني فيه ناس بتفرج عليهم من كالاريفونيا اهي عايز تعيش معه ده ويبقى زوج ليك يبقى confident واثق في نفسه يكون اه جذاب شكله حلو ريحته حلوة اه اه supportive بيدعمك بيحبك بيهتم بيك بيهتم بمشاكلك بيهتم بعلتك اه يكون شخص فرفوش يكون شخص ناجح يكون شخص متفوق نعم الله عايزة لا مش هقفل انت اقول لي عازت لا مش هقول لي ناجح لازموهم لا لما بتقفل بيبوز يا عمر يا عمر بس ايه احقام ايه اقولوا انت ما لقيتش الكتاب معك حواهيم يا كيبود وقت وعيديني بيوثب ولا ايه ايديني بيوثب بيوثب يعني طيب يا جماعة ف ف ايه طيب مش فاجماعة بليز تقولولي بتسفارجوا علامة فين انتو بورج ايه وقولولي كل واحد يقوللي هل قبل ما هتجوز الناس اللي بتجوز قبل ما هتجوز شخص انت مرتبط بيه دلوقتي تخيلت شكله تخيلت صفاته وتخيلت حياتك معايا تخيلت تدي الحيال المشاعر اللي انت بتحسها معايا ولا لا بس يا جماعة يعني انا دايما معقادة تلي وميكت يعني تخيل الشيء وحس وكايدنه حقيقة فيعني تخيل المشاعر اللي انت هتخسها مع الشخص ده ودايما اكتب الكمفرميشن بتاعتك او التوكيدات بتاعتك في صيغة المضارع والحاجات اللي انت عايز تحسها معايا هذا الشخص فيا جماعة فيل بوزيتف يعني فكروا بايجابية غيروا معتقداتكو في افكاركو للحاجات اللي انتوا عايزين توصلوها بعيدوا الطاقة السلبية الطاقة السلبية بتجذب طاقة سلبية الاحتياج بتجذب طاقة احتياج وما تسناشي الجواز وانت محتاج تتجوز انت مش محتاج تتجوز لا انت عايز تتجوز او انت بتحلم ان انت تتجوز عشان تعيش طاقة حب اللي انت عايشها ومقاعة تحس يعني طاقة الاحتياج وطاقة التعلق وطاقة الانتظار يعني لو حسيت بطاقة انتظار او حسيت ان انت منتظر دلوقتي هتجذب طاقة انتظار اكتر لو حسيت بخوف هتجذب خوف فمشاعرك اللي انت بتحس فيها دي هي اللي بتجذب الفيوتشر بتاعك فغيروا الطاقات السلبية عشان التراضل بتاعها بيبقى قوي بعدين لو عندك مش كويسة في زواج قبل كده او انت جوزت وفشلت او دخلت قصص حب وفشلت يعني هيل من دي لا تتجو خلاص طهر نفسك يعني نظف طاقتك نظف روحك خلاص اي حد فينا بيغلط وعادي كلنا بنغلط ما فيش مشكلة ما تفضلش تجلد في ذاتك ما تفضلش حس التقنيب ضمير ما تفضلش تحس ان انت اللي عندك مشكلة خالص كلنا بنغلط وكلنا ارتبطنا وفشلنا وكلنا حصل فينا مواقف ممكن تكون دايقتنا فاكتبوا مشاعركوا اكتبوا مشاعركوا بشكل ايجابي ما تضيعش وقتك وفكر في اللي انت عايز تجذبه وحاجة تانية في الحاجات اللي انت مش عايز تجذبها يعني انت مثلا مش عايزة زوج مش عايزة زوج بارد ما تفضلش تقولي انا مش عايزة زوج بارد تقولي انا عايزة اكتب العكس انا عايزة زوج اللي انت عايزة مش اللي انت مش عايزة لان العقل الباطن ما بيعرفش يفكر مش يعني مش عايزة كلمة مش دي مش موجودة في العقل الباطن ففكروا وركزوا على الطاقة او على الصفات او الحاجات اللي انتو عايزين توصلولها وعايزين تجذبوها ما تفكروش الحاجات اللي انتو خايفين منها او خايفين توصلولها قولولي يا جماعة بتفرج عليها انتو بورج ايه استنوا فيديوز كتير جدا هتكلم فيها عن قانون الجذب وعن التخاطر الروحي وانا بحب العلم الطاقة جدا طبعا بعتذر على شكل وشي المليان حساسية ومليان حبوب ده يعني انا تعبانة جدا والله عظيم الجو عندنا في مصر فعلا برد قوي قوي يستنوا فيديوز كتير قوي نهاردة عشان انا بكرا اجازة بقى فههريكوا فيديوهات بحبوكوا جدا جدا وقلولي يا جماعة فعلا بتؤمنوا بعلم الطاقة وهل نجحتوا في جذب اي حاجة كان نفسكوا فيها ولا لأ وعايز اقولكوا بجد اقتنعوا بفكرة يعني اتدعي الشيء وبرتند ان انت حصلت عليك وان انت عايش فيه لحد ما الحاجة دي تجيلك القاعدة دي لو مشيت عليها في حياتك اقسم بالله العظيم هتجذبوا كل حاجة عايزين تجذبوها في حياتك هتجذب فلوس هتجذب ثراء هتجذب وفرة هتجذب سعادة هتجذب حب هتجذب شخص معين هتجذب بيت اي حاجة انت عايزها اتدعي وعيش وبرتند في عقلك البطن وتبرتند في حياتك ومخك ومعتقدرتك وافكارك اني يقونت ان انت حصلت علي هذا الشيء شكرا بحبكوا جدا جدا بليس تعملولي فولة على الانسجرام وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب وكمان تقولولي تحت نجحت قبل كده فسعلا في قانون الجذب كل حاجة يحكي لي قصته مع قانون الجذب عمالوا وانشين كتير قوي قوي لصحابك وشور كتير عشان يسمعوا الحلقة المهمة جدا